الإنزيمات هل تعلم بوجود أكثر من خمسة آلاف نوع من الإنزيمات داخل جسمك؟ يقوم كل نوع منها بوظيفة معينة والسؤال الآن ما هي الإنزيمات ومما تتركب؟ وكيف تعمل هذه الإنزيمات لأداء ذورها؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً تعريف الإنزيمات الإنزيمات عبارة عن محفزات بيولوجية بروتينية البنية تقوم بعمليات كيميائية مختلفة داخل الجسم فهي مسؤولة عن الكثير من العمل الذي يحدث في الخلايا هذا بالإضافة إلى دورها في تسريع بعض التفاعلات الكيميائية وذلك دون أن يتم استهلاكها أما عن التركيب الكيميائي للإنزيم فهو كالتالي الإنزيمات هي أنواع خاصة من البروتينات ومثلها مثل جميع البروتينات تتكون من سلسلة كبيرة من الأحماض الأمينية تسمى بسلاسل بوليبيبتيد وأتحكم هذا التسلسل من الأحماض الأمينية في تحديد خصائص البروتين كيف تعمل الإنزيمات؟ يتميز التركيب البروتيني للإنزيمات بوجود موقع خاص به يسمى بالموقع النشط وهو الجزء الذي ترتبط به المادة المتفاعلة والتي يطلق عليها الركيزة ويعمل هذا الشكل الخاص للموقع النشط على الارتباط بواحدة أو أكثر من الركائز ليتكون معقد إنزيم ركيزة ويساعد الإنزيم على حدوث التفاعل الكيميائي من خلال تكسير الروابط بين ذرات الركيزة فتتكون النواتج والتي يقوم الإنزيم بتحريرها بعد ذلك وعندها يستعيد الإنزيم شكله الأصلي ليصبح جاهزاً للعمل من جديد